الموقف الروسي كما هو في السابق الموقف هذا عبارة عن دعم كامل للنظام الحاكم في دمشق ودعم السابق الرئيس لم يكن هناك تفاعل في التعامل العسكري والتعامل السياسي مع ما يجري حلب حتى هناك الغارات الجوية كانت خجولة لم تقدم شيئا على الساحة الميدانية بصراحة خير دليل على طبيعة علاقتنا الصناعية هو زيارة السيد الرئيس إلى موسكو جارت ماخرا وبكل تأكيد الدعم العسكري سوف يأتي إلى سوريا وكما تفيد الانباع الواردة خلال 72 ساعة التواردات العسكرية روسية سوف تصل إلى سوريا هذه التعزيزات التي ستصل خلال 72 ساعة هل ستغير المعادلة على الأرض بمعنى أنها ستعيد مدينة حلب مثلا؟ ما لأسف الشديد ما عندي فكرة بخصوص القوة البشرية التي تشارك من قبل المعارضة من قبل الإرهابيين أعتقد رقم كبير على أساس الجيش السوري كذلك يتمطع بقوة عسكرية كبيرة في محافظة حالب وبكل تأكيد النجاح العسكري بالنسبة للهجوم الإرهابي له أسباب معينة أعتقد أول شيء معنويات ربما معنويات الجيش العربي السوري هابطة وبالتالي هناك عمل عودة النزيحين السوريين من لبنان وأغلبية ساحقة منهم بكل تأكيد ضد النظام الحاكمة طيف سياسيا كيف سيكون تعامل موسكو مع النظام التركي أو إيران المتواجدين على الأراضي السورية؟ هل هناك تفاهمات دكتور سيرجي؟ الموقف التركي كما هو في العادة موقف غريب وبالأكوال الأتراك قالوا ما عندنا علاقة بالتطورات الميدانية في سوريا وأصحاب القرار كلهم في واشنغتون بس في تقدير تلك التصريحات كاذبة وبكل تأكيد رجال مثل جولاني أقل شيء تشوروا مع الأتراك وامتبعا أمريكا لهذا الدور وبينما تركيا أنا متأكد في كلام هذا تركيا لا يفعل في الأقداف الجارية طيب كيف سيؤثر ذلك على العلاقات بين روسيا والنظام التركي في حال ثبت تورط النظام التركي في هذا الهجوم؟ أعتقد ضروري نحن نتشاور مع الأتراك وضروري ضروري نتقدم في طريق تتبيع العلاقة بين ديماجك وأنقرة ولكن ما ليس في شديد عملية التتبيع لحد الآن مجرد أقوال دون أي أفعال تكرر طيب هذا الهجوم جاء بعد مؤتمر أستانا الأخير هل حصل النظام التركي على ضوء لدفع هيئة تحرير الشام لهذا الهجوم؟ باعتقادك دكتور سيرجي ما أعتقد قرار دورة أستانا لها دور في تلك الأقداف تحديدا على أساس وين جولاني وين أستانا جولاني ما يهمه التطورات والأغداد مثل قرارات أستانا والموقف تهران والموقف موسكو جولاني يهمه الأغراض الشخصية نوعا ما وقبل كل شيء يعني هو يتصرف انطلاقا من طبيعته وطبيعته عبارة عن طبيعة إرهابية كشخصية كراجل كقائد هو إرهابية ميامية طيب التفاهمات الروسية مع النظام التركي مختلفة عن التفاهمات مع إيران والحكومة السورية في هذا المجال دكتور أعتقد طبعا الفرق موجود الفرق موجود إذا كان ما فيه فرق في هذا الملف التصوية شاملة ومتكاملة كان مفروض تتحقق من زمان أشكرك جزيلة شكر الدكتور سيرجي فارابيوف الدبلوماسي السابق والمحاضر في جامعة موسكو على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو موسيقى موسيقى